مصر لا تطبق الشريعة بأنها لا تطبق الحدود ما صحة هذا القول؟ هو الحقيقة هذا اختزال أولا لكلمة الشريعة في حد ذاتها واختزال للتجربة المصرية في أن تكلمة الشريعة هي فيها من السع والشمول بحيث أنك عندما تنظر في المنظومة في حد ذاتها منظومة الشريعة الإسلامية ومراحل تطبيقها حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد بأنها ليست قاصرة أبدا على الحدود بل الحدود هذه آخر المطاف العقوبات بحد ذاتها هي آخر المطاف الذي يمكن أن ننظر إليه وأن الشريعة ليست متشوفة لتطبيق العقاب على الناس إلا بضمانات حقيقية وأن الحدود بصفة خاصة وأنا أقول الحدود بصفة خاصة ينبغي النظر إليها بعين أن الشريعة ليست متشوقة ولا متشوفة وأنها لا تريد أصلا تطبيق هذه الحدود إلا مع طمئنان شديد وطمئنان تام لأن رسول الله حسمها في خصوص الحدود وقال إدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم في حديثهم المونينة عائشة إدرأوا الحدود إدرأوا أو ادفعوا في الرواية الثانية ادفعوا عن المسلمين ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فلأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة هذا رفع عمر بن خطاب في وقت لاحق نعم هذا مبدأ من مبادئ الشريعة في أنه ينبغي أن لا يصدر القاضي حكما بحد من الحدود الموجودة نصا في القرآن الكريم أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإطمئنان التام وهذا الإطمئنان التام يعني نفي الشبهات نفي الشبهة في سبوت هذا الحد على الإنسان وهي هات أن تجد حدا الآن يمكن أن يطبق ويمكن أن نطمئن القاضي بأن لا شبهة تكتنف الدعوة المرفوعة إليه أو أن تكتنف الظروف المحيطة بالدعوة ولذلك نحن نقول وفي اطمئنان شديد للشعب المصري نعم 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 نعم